قبل أيام من الانتخابات الأمريكية وهذا أصراع الشديد ما بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والمنتهية أو اللي هتنتهي ولايته بعد شهور والمرشح جو بايدن الاستطلاعات أو استطلاعات الرأي حتى هذه اللحظة ما زالت تشير إلى تقدم بايدن بالنسبة 57% مقابل 41% فقط لترامب الذي لم يشفع له عند الأمريكيين إعلام إصابته بفيروس كورونا لم يشفع له أيضا ما فعله في قضية نصرة الكيان الصهيوني وبعض القضايا التي يتحدث أو الانجازات التي يتحدث عنها ترامب أخيرا ترامب يقول علي وعلى أعدائي في رسالة ضد هيلاري كلينتون أحد الداعمين للمرشح جو بايدن قرر ترامب خلال الساعات أو خلال الأيام الماضية رفع الحظر عن الرسائل الدبلوماسية السرية لهيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية في النظام السابق هذه الرسائل التي تحدثت عن الكثير من الملفات معظمها بطبيعة الحال يتعلق بالشرق الأوسط يتحدث عن العراق وعلاقة العراق بإيران وكيف كانت تخطط هيلاري كلينتون وأوباما لإقامة حرس ثوري في العراق على غرار ما يحدث في إيران تحدثت أيضا هذه الرسائل أو هذا الإيميل تحديدا عن إيميل أرسله العاهل السعودي إلى النظام الأمريكي يستأذن أمريكا في إرسال بعض المعونات أو المساعدات الصحية والطبية إلى كوبا هذا أيضا الخبر رسائل كلينتون الرياض تستأذن واشنطن قبل مساعدة صحية لكوبا لكن الأهم في هذه الرسائل ما تعلق بالملف المصري تحديدا عن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالرئيس الراحل محمد مرسي وعن العلاقة التي ربطت الإخوان المسلمين جماعة الإخوان المسلمين بالمجلس العسكري وتحديدا عبدالفتاح السيسي أهم ما جاء في هذه الرسائل أما كلينتون أكدت لأوباما وإدارة أوباما انفصال الرئيس الراحل محمد مرسي واستقلاله تماما عن جماعة الإخوان المسلمين قالت له أن المجلس العسكري أو الجيش المصري دولة داخل الدولة وأنه يمتلك اقتصاد قوي وأنه لا يرغف في بقاء محمد مرسي كثيرا في الحكم هذا ما جاء في هذه الرسائل يبدأ نشطه على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج رسائل كلينتون اللي تصدر الترند في العالم العربي بعد التغريدات حتى هذه اللحظة تجاوز مليون وسبعتاشر ألف تغريدة منهم أمل بتقول رسائل كلينتون المصربة تؤكد استقلالية مرسي عن الإخوان بعد الرئاسة أما ابن تشفين بيقول هيلاري كلينتون دكتور مرسي استقل في قراره عن الجميع بما فيهم الإخوان المجلس العسكري متآمر وقائم من أول يوم للثورة المجلس العسكري رفض عمر سليمان لمجرد أنه ليس من الجيش المجلس العسكري الدولة لها امتيازات وعبيد وستحارب لآخر لحظة للحفاظ على عرق الجيش وبناء عليه الله المستعان أما الإعلام ياسر الزعتر بيقول في النص أبناه من رسائل كلينتون تأكيد لما هو معروف بشأن استقلالية مرسي عن قيادة الإخوان وبشأن رؤية الجماعة لمستقبل الدولة هناك رسائل أخرى غالبا عن ترتبات الإنقلاب التي تحدثنا عنها مرارا في حينه وكان عنوانها الأبرز شيطانة إعلامية تديرها أجهزة الأمن أما سي سلام عبد الحميد يقول لو أن أي من حكومات الدول العربية قررت يوما الكشف عن المرسلات الرسمية لم استطاع العالم التوقف عن الضحك ولا اكتشفت الشعوب العربية وسكان المريخ وعطارد حجم خيانة ووضاعة الحكام بهذه الطريقة تفاعل الألاف على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي مع هذه الرسائل المصربة لهيلاري كلينتون تحت عنوان رسائل كلينتون والتي ما زالت تتصدر الصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي ووعود من الرئيس الأمريكي ترامب بالكشف عن المزيد من هذه الرسائل خلال الأيام القادمة